كان عندك تعليق برضو حلو يا كابتن بتقول بعد ما شفت 3-4 مطشاط من البطولة كلمت اللي على جوارديولا قلت جوارديولا ده أكسم بالله كل مدربين لعالم دولة مفروض يبوسوا قيده لأن دولة كل من هب ودب بيلعب من حرس المرمى من مساكين يطلع بالكرة من وراء وازا يعمل الاختراجات ده حتى مبارح أسوبية بتعملها يبعته له جواب شكر محتاكت يعني بقولك يبوسوا قدي الفلسفة بتاع جوارديولا بتطبق عندنا في الدولة المصر فين ده؟ مفيش بس اللي واحد اللي طبقها ومشوه مين؟ تاكيش جونياس أه لأ كابتن طري العشرة كابتن شغل الكابتن على عبا تاكيش جونياس بتطبق حاجة تانية طبعا لحبيب الكابتن ايوه ما تقلناش نقدر في الده بص كل واحد كل شي خلوه طريقة آه فلسه الكورة بتاعت جوارديولا ما جاتش عندنا هي اللي جابها وللأسف أطعر قابت ومشوه تاكيش جونياس بعد كده ما التحدش يقول لي بقى دفلان واعلان تم تسخن وانزل سخن وانزل يالله حبيبي ادينا ادينا اتبص العالم كله بيتطور إيه اللي احنا آه إيه اللي احنا مدربيننا مع كل احترام ليوم والتقدير محلك سر انما ممكن يعني خمسة في المية أهاب جلال يعني ممكن نشوف الكابتن رضع بعال يخترع طريقة جديدة للدول لا مش اخترع هتطبق طريقة جواردين اللي هي دلوقتي العالم كله بيلعب بيها طب هي صعبة عندنا هنا كابتن اه صعبة طبعا ينفيش مدرب بيغيش لا طبعا ليه سبب فاقد الشيء اللي هيعطين لان هم اصلا مش دول حافظين مش عندهم البداع والابتكار والرؤية وان ازاي يعني انت ممكن مثلا تعمل الحتة بتاعة نص الملعب تبدأ بيها من حارس المرمى والاتنين مساكين وتلوس قدام انما هي كلها منظومة لفة مع بعض ان لما حارس المرمى بيمس الكورة الاتنين مساكين لنص الملعب للاتنين الامر يعني انت شايف فكر المدربين لحد الوقت في امم افريقيا في رمل في رمل اشتركوا في القناة